أعلنت وزارة صناعة وتجارة وسياحة عن إغلاق مطعم غلقاً إدارياً في محافظة العاصمة لمخالفته الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلنة عنها للتصدي لفيروس كورونا والمدرجة تحت المستوى الأصفر نعم حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المطعم للجهات القانونية فيما تم أيضاً مخالفة 28 مطعماً ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية جاء ذلك خلال زيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهائئة البحرين للسياحة والمعارض في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والإجراءات المدرجة ضمن المستوى الأصفر من جانبها قالت وزارة الصحة أنه تمت زيارة 23 صالوناً رجالياً ونسائياً وجد منها صالوناً نسائياً مخالفاً لبعض الاشتراطات الصحية المطلوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر